اشتركوا في القناة الكاف يعلن موعد مبارتي الاهل ومازنبي في دور ابطال افريقيا وموتسيبي يطالب بافضل الحكام لمباراة الاهل ومازنبي في دور الابطال اول تعليق من احمد رفعت بعد خروجه من المستشفى الاتحاد السعودي يحدد قيمة عرضه الاول لمحمد صلاح وموعد مباريات دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعة 10 من ابريل في البداية من انساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة الاتحاد الافريقي اعلن عن موعد مباراة الاهل ومازنبي الكنغولي سواء مباراة الزهاب او مباراة الاياب مباراة الزهاب لا تكون خارج الديار ان شاء الله حيث كشف الحساب الرسمي لنادي مازنبي الكنغولي عن مواعيد مبارتي الزهاب والاياب في نصف نهاء دوري ابطال افريقيا ومن المقرر ان تقام مباراة الزهاب على استاد مازنبي يوم السبت الموافق 20 من ابريل 2024 الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة اربعة بتوقيت السعودية فيما تقام مباراة الاياب ان شاء الله في دوري ابطال افريقيا يوم السبت الموافق 27 من ابريل على استاد القاهرة الدولي ولكن حتى الان لم يتم تحديد موعدها اذا كانت ستكون الساعة 6 مساء او 7 مساء على اقصى تقدير وقد نجح الاهل في التأهل لنصف نهائي دور الابطال بعد الفوز على سيمبا التنزاني بسلاسية دون رد في مجموع المبارتين فيما تأهل مازنبي الى دور نصف النهائي لواجه الاهل بعد فوزه على بيترو اتليتكو الانجولي بهدفين مقابل هدف هذا وقد كشف مصدر مطلع ان الساعات الماضية شهدت تحرك عاجل من جانب باتريس موتيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف مع فيكتور جوميز نائب رئيس لجنة الحكام وذلك في الاتحاد الافريقي لكرة القدم من اجل اختيار حكم من افضل الحكام لمباراة الاهل ومازنبي في مباراة الزهاب في نصف نهائي دور ابطال افريقيا حتى لا يحدث ازمة في المباراة المرتقبة قال مصدر موتيبي لديه اهتمام كبير بمباراة الاهلي ومازنبي وهذه المباراة مرتقبة بين النادي الاهلي ومازنبي ويرفض فيها الاخطاء التحكمية الواضحة والكارثية والتي حدثت خلال المباراة الماضية في الادوار الاقصائية لدوري ابطال افريقيا واضاف ان موتيبي طالب بتواجد افضل الحكام في هذه المباراة حتى لا يحدث ازمة من جانب الناديين خاصة وانه على علاقة جيدة مع مسؤولي الناديين فيما يرفض ان تحدث ازمة من اي نادي ومن المقرر ان يخوض الاهلي مباراة الزهاب في مازنبي ان شاء الله يوم السبت باذن الله الموافق 19 من ابريل الساعة 3 عصرا والتي تم تحديدها من قبل جانب ادارة مازنبي الكنغولي الحمد لله ربنا نجاني هذا هو اول تعليق من احمد رفعد بعد خروجه من المستشفى تحدث نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر لاول مرة بعد خروجه من مستشفى وادي النيل عقب فترة من الرعاية الطبية والفحوصات اللازمة بعد الاصابة الصحية الاخيرة قال احمد رفعد لاعب مودرن فيوتشر خلال مقطع فيديو تم نشره على صفحة النادي الرسمية بفضل دعواتكم الحمد لله ربنا نجاني وعديت المرحلة الصعبة والامور استقرت بشكل كبير هذا وقد اصدر نادي فيوتشر بيان قال فيه ستتم متابعة اللاعب احمد رفعد بشكل دوري خلال الفترة القادمة حتى يعود الى الملاعب قريبا ويشكر النادي جميع طوائف الشعب المصري التي لم تتوقف عن الدعاء والسؤال عن اللاعب لتكون الاخبار السعيدة متزامنة مع الايام المباركة بختام شهر رمضان وقدوم عيد الفطر المبارك واتم الله به فرحتكم واسعد ايامكم وكل عام وبلادنا في خير ورخة وكان مجلس ادارة نادي فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دابس اعلن عن خروج احمد رفعد من مستشفى واد النيل عقف فترة الرعاية والفحوصات بعد الازمة الصحية الاخيرة اللي تعرض لها نترك الجانب المصري ونعود الى الجانب السعودي والاتحاد السعودي ما زال يتحرك ويعرض عروضه على محمد صلاح وما هو عرض هذا العام فقد كشفت تقارير صحفية عن عرض نادي جدة السعودي المقدم للدولة محمد صلاح نجم الفريق الاول لنادي ليفربول الانجليزي للانتقال للدولة السعودي اتحاد جدة كان قد قدم عرض سابق بقيمة 150 مليون جنيه سترليني الصيف الماضي لضم اللاعب الدولة محمد صلاح لكن نادي ليفربول والمدير الفني يورجين كلوب رفضا رحيل الفرعون المصري الى نادي الاتحاد السعودي ذكرت تقارير انجليزية ان النادي الاتحاد السعودي يرغب في تقديم اول عرض لضم المصري محمد صلاح بقيمة 70 مليون جنيه سترليني واشارت الى ان العميد يسعى لخطف صفقة قائد منتخب مصر مبكرا في ظل رغبة الهلال في الحصول على خدماته اشارت عدة تقارير ان محمد صلاح يبدي رغبته على استكمال الموسم الاخير من عقده مع ليفربول انتظار للرحيل مجانا في صيف عام 2025 من المعروف ان فريق الهلال السعودي ونظيره الاتحاد السعودي في مباراة الصوبر السعودي ان شاء الله غدا الخميس الموافق 11 من ابريل المباراة اللي هتكون الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت القاهرة 8 ونصف بتوقيت مكة المكرمة على ارضية استاد محمد بن زايد في الامارات المباراة تكون مزاعة على قنوات السسي السعودية مباراة الهلال والاتحاد السعودي معنا اليوم ان شاء الله مباراة من العيار الثقية اللي في دوري ابطال اوروبا اليوم الاربعاء الموافق 10 من ابريل 2024 المباراة ستكون الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية المباراة الاولى اللي هتكون على قنوات بي ان سبورت ون اتش دي ون باريس سان جرمان الفرنسي وبارشلونة الاسبان باريس سان جرمان الفرنسي وبارشلونة الاسباني هذه هي المباراة على قنوات بي ان سبورت اتش دي ون المباراة التانية ان شاء الله من العيار الثقيل ايضا اتليتكو مادريد ودورت روسيا دورتوموند المباراة التانية أتليتيكو مادريد وروسيا دورتموند الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت السعودية على قنوات بإنسبورت HD2 كل التوفيق ومشاهدة ممتعة إن شاء الله وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير